لماذا تأجل التصويت على الاتفاق في مجلس العموم؟ الاتفاق الذي توصل إليه بروس جونسون مع الأوروبيين للخروج؟ هناك خلفية لهذا الموضوع الشهر الماضي مجلس العموم مرر قانون يعرف بقانون بن وهذا القانون يجب الرئيس الوزراء على تقديم خطاب إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل بحلول مساء اليوم السبت التاسع عشر من أكتوبر إذا لم يتم تمرير الاتفاق التعديل اليوم هدفه الذي تقدم به سير أوليفر لتوين هدفه هو أن يفعل هذا القانون أن يجب الرئيس الوزراء على التمديد لماذا؟ لأنه كان هناك خطر إذا لم يتم تمرير الاتفاق ورفض الاتفاق في مجلس العموم تخرج بريطانيا من دون اتفاق في آخر أكتوبر وهذا ما يريده المتشددون لذلك أراد لتوين أن يقطع الطريق على المتشددين الذين اعتقدوا أن برفضهم الاتفاق من الممكن أن يخرجوا بريطانيا غصبا في آخر أكتوبر من دون اتفاق وبالتالي اليوم صرنا أمام خيارين إما هذا الاتفاق وتخرج بريطانيا باتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي بحسب بوريس جونسون أو تأجيل ليس هناك احتمال أن تخرج بريطانيا من دون اتفاق ترجمة نانسي قنقر